تكللت زيارة الشارقة إلى مقاطعة شاندونغ الصينية التي تم تنظيمها بالتنسيق مع حكومة شاندونغ يومي الرابع والخامس من يونيو بتوقيع مذكرة تفاهم بين دائرة العلاقات الحكومية ومكتب الشؤون الخارجية للحكومة الإقليمية لمقاطعة شاندونغ في جمهورية الصين الشعبية بهدف تسهيل التبادلات والتعاون بين الجانبين في كافة المجالات لمدة خمس سنوات وقع المذكرة الشيخ فاهم بن سلطان القاسم رئيس دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة رئيس وفد الإمارة المشاركي في الزيارة وكاي شيانجين المدير العام للمكتب بحضور دينغ يون فينغ نائب حاكم مقاطعة شاندونغ فيما تنص على ترسيخ الاتصال مع المؤسسات المعنية بالاقتصاد والتجارة والتعليم والثقافة والسياحة على أن يتولى الجانبين مهمة الإشراف على تواصل كافة الجهات المعنية وعلى صعيد متصل وقعت الدكتورة خولة النجار نيابة عن جامعة الشارقة وسعادة الدكتور شيان شانغ رئيس جامعة شاندونغ نورمال اتفاقية بين الجامعتين بهدف تطوير التبادل الأكاديمي والثقافي وتعزيز التعاون في مجال التعليم والبحث وبناء القدرات بما يشمل البرامج المقدمة في كلتا المؤسستين والتدريس والبحث العلمي وتبادل أعضاء حيئة التدريس والطلاب وتطوير الموظفين إلى جانب المشاركة في الندوات واللقاءات الأكاديمية الدولية وتبادل المواد الأكاديمية والعلمية والبرامج الأكاديمية الخاصة وبموجب الاتفاقية يتم بحث آليات تسهيل افتتاح معهد كونفوشيوس كمركز مستقل في الشارقة بدءا من العام الدراسي 2025-2026 لتعليم اللغة والثقافة الصينية وتقديم برامج تعليمية وثقافية عامة بهدف دعم تدريس اللغة الصينية وتسهيل التبادل الثقافية وأكد الشيخ فاهم القاسمي أن المذكرات تتماشى مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم شارقة في أهمية ترسيخ الحوار والتفاهم مع جميع دول وثقافات العالم ودور التعاون والعمل المشترك في الارتقاء بالحضارة الإنسانية وتحقيق تنمية الشاملة المستدامة